يعني عايزة أسأل حضرتك لماذا اهتميت بهذا التوجه؟ يعني مؤكد كان لك أسادزة مؤكد وكان لك أمثلة إنسانية وأمثلة فنية حولت أنك أنت تقلدها كتير أنا عايزة أقول لحضرتك أن أنا واحد من المحرورين في النشأة يعني كتير تعلمت من ناس كتير كرم طوع مثلا؟ كرم طوع واحد من الناس اللي أثروا في حياتي كلها ويمكن هو واحد من اللي أنا بسميهم شيوخ الطريقة يعني أنا فيه اتنين علموني اتنين علموني الطريقة اللي أنا بشتغل بيها واتنين علموني قد إيه تبقى أنت عندك هذه الهايبة الكبيرة يعني كرم طوع ده لما كان يخش معهد العائلة في النوم المصرحية كنت أنا كانت دفعتي بقى مجد الكدواني وضياء عبد الخالي مجموعة من الفانين وصبري فواز وناس يعني كانوا كلهم متخرجين من الجامعة قبل ما يخشوا المعادة على فين المصرحية فكان يخشوا الطرقة من أولها كده في كلنا نروحوا قفين من كتر ما هو عنده هيبة كبيرة وده كان دي كانت من الحاجات اللي ما بقتش موجودة بعد كده الاحترام وإجلال المعلم ده دي يعني كانت حاجة عظيمة جداً فهو كان بيعلمنا وعلمني إزاي أبقى مبدع في تقديم الموهبة اللي قدامي يعني إحنا كنا بنقعد نتطلع أنا ومجد الكدواني وكده نقعد نتطلع له وهو بيعلمنا وهو بيخرج لنا مشروعات التخرج بتاعتنا بيعملها إزاي؟ يعني إزاي بيرتجل وهو واقف كده يقول إنت هتقول كذا وإنت هتقول كذا وإنت هتقول كذا وده أما أنا خدت حصلت على جايزة اسمها جايزة الدولة الإبداع الفني وسافرت إلى روما الأكاديمية المصرية في روما عدت لسنتين ورحت جامعة اللغات في بيروجيا ودي مدينة في وسط إيطاليا ودي فيها يعني سياحة تعليمية كده الناس دي من كل أنحاء العالم عشان يتعلموا اللغة الإيطالية في جامعة اللغات في بيروجيا دي فأنا كنت مدرس جامعة اللغات في بيروجيا دي ودين لقيت إعلام مكتوب أنه في معمل مصرحي اسمه أو الأدم يون للمخرج دانيلو كريمونتي فروحت أنا وكان معي واحدة زملتي من مصر فأنا أنا تشكيلية في جايزة الدولة الإبداع فلقينا شباب من الأرجنتين ومن كوريا ومن اليابان ومن الدنمارك ومن فرنسا كلهم بيتدربوا على المصرح فقولت ده بس هو ده المكان اللي احنا نشتغل فيه قعدنا معاستة شهور ده واحد من أنا بشتغل بطريقته لغاية دلوقتي وشرفت بأن أنا يعني ده عينا السنة اللي فاتت عمل ورشة هنا في مصر مع الناس بتوع المهرجان المصرح التجريبي السنة اللي فاتت وناس استمتعت به هو عبقاري في التعليم يعني عبقاري حاتوك بتقول طريقته طريقته بتتغيز به طريقته هي أنا بشتغل على طريقة الارتجال الارتجال طبعا في أثناء التدريبات مش في أثناء العرض إنه إزاي بيصنع دراما من ارتجالات مختلفة يعني إزاي يحط عنوان يقول مثلا هنعمل عرض عن السفر فالسفر ده تحته عنوين كتير السفر يعني الوداع يعني محطة القطر يعني يعني الناس اللي عندها زي تفاصيل بيعملوها عشان يسفروا عشان يستقبلوا الناس وكل ما يمكن أن يحدث الغربة الحاجات اللي زي دي فدي العنوين اللي إحنا بنبتدي نرتجل عليها مشاهد ثم يقوم بدوره هو في أنه ياخد من أجمل المشاهد اللي إحنا ارتجلناها ويعيد صياغتها ويختصر منها ويرتبها وده اللي أنا كنت بقول عليها حضرتك إن أنا بقوم بدور المخرج اللي بيكتب يعني هو ده ما يعملوش إلا مخرج قادر على أنه يعمل دراما من المشاهد الكتير أو المرتجلة اللي موجودة يعني أهوة سيدة اللي أنا بحكي عليها لحضرتك هي مصرحية عملت من مثلا حوالي 8 شهور من الارتجالات ساعة ونصف من كل اللي ارتجلوه زي المصرحية الأخيرة ألف عيلة وعيلة زي ألف عيلة وعيلة زي سلم نفسك زي بعد الليل زي هبوط الطراري كل دي مصرحيات اتعاملت من ارتجالات الطلبة الكتير وازاي نجحنا إن احنا نختار من أجمل ارتجالاتهم ونحطها في إطار واحد ونقدمه للجمهور باعتباره ده العرض المصرحي اللي احنا هنعمل